مجلس النواب إلى جلسة استثنائية فراغ دستوري وحكومة لتصريف الأعمال هذا منتهى إليه الأمر في العراق وفق البند الثامن من الدستور بعد انتخابات نيابية مطعون في نزاهتها انتهى العمر الافتراضي للبرلمان وفشل أعضاؤه في إقرار تشريع قانون يجيز تمديد ولايته الدستورية بسبب عجزهم عن الوصول إلى النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة الخلافات الحادة بين الكتل والقوى السياسية تتواصل بشأن إلغاء نتائج الانتخابات وإعادة العد والفرز اليدوي وإذا ما كان ذلك سيتم بشكل كلين أو جزئي وسط أزمة سياسية هي الأولى من نوعها منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 أحد الوزراء في حكومة العباد يؤكد في تصريح صحفي أن ثم تتوافقا على عدم إطالة فترة الفراغ الدستوري بالبلاد وعلى الانتهاء من العد والفرز خلال أسبوع واحد من بدئه ومن ثم يصدق القضاء على النتائج ثم تعقد أول جلسة للبرلمان الجديد مطلع شهر آب المقبل بحد أقصى ما يعني أن شهر تموز سيكون حاسما في مشاورات تشكيل الحكومة الوزير كشف كذلك عن زيارة مرتقبة لمسؤول أمريكي رفيع إلى بغداد في محاولة للضغط على بعض الكتل السياسية لحسم خياراتها بشأن ممثليها في الحكومة المقبلة وكذلك لدعم العباد في فترة تصريف الأعمال مرجحا أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية رؤيتها في العراق من خلال مساومة الإيرانيين في ملفات أخرى من جهتها تحاول طهران ترتيب ما يسمى بالبيت الشيئي بعد خلافات هدمت بعض أركانه الأساسية لا سيما الخلافات بين نور المالكي وكل من حيدر العباد ومقتدى الصدر محاولات أثمرت حتى الآن تحالفا بين كتلة سائرون التي يتزعمها الصدر وكتلة الفتح الممثلة لميليشيات الحشد والتي يتزعمها هادي العامري تحالف يرى محللون أنه لن يستمر لأنه يهدف فقط إلى إبعاد المالكي عن السلطة بينما يرى آخرون فيه استجابة لضغوط إيرانية تسعى إلى استمرار سيطرتها على السلطة في العراق عبر عدد من عملائها المختلفين فيما بينهم